السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الأولي الابتدائي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكونيكت وان ومكملين مع يونت 13 اللي هي يونت 13 يا حلوين ومعدنا مع لسونز 2 and 3 النهاردة معدنا مع الدرس الثالث ويلا نفتكر يا حلوين اليونت كان اسمها ايه يلا نقرأ مع بعض اليونت كان عنوانها I can see a rocket I can see a rocket يعني انا قادر اشوف rocket وقلنا ان الراكت ده يعني صاروخ الصاروخ ده بيطلع فين بيطلع فيه السماء اللي هي the sky اوكي وتكلمنا مع بعض لو انا قادر اشوف حاجة معينة هقول ايه I can see وأخدنا ازاي نسأل سؤال what what can you see what can you see يعني انت شايف ايه دلوقتي وقلنا I can see a car I can see a van I can see a truck وهكذا تمام؟ النهاردة يا حلوين في الدرس التاني هناخد phonics والدرس التالت هنتكلم عن transportation برضو او وسائل المواصلات وازاي نبقى امنين واحنا بنعدي الطريق فيلا بينا يا حلوين نروح للدرس اول حاجة في الدرس النهاردة في phonics هنتعلم ازاي ننطق حرف تعال نشوف معه بعض حرف ال x اوكي حرف ال x بننطقه ازاي قالنا حرف ال x لما بيجي في اخر الكلمة بننطقه كس كس زي ما انتوا سمعتوا بالزبط اوكي يبقى حرف ال x لما يجي اخر الكلمة بننطقه كس كس زي ايه مثلا زي الكلمة اللي انتوا شايفينها دي كلمة box 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 شايفين ال x نطقنها كس كأنها حرف k وحرف s مع بعض اوكي يبقى حرف ال x لما يجي اخر الكلمة بننطقه كس كس زي كلمة box زي كلمة box قلت box اوكي زي ايه كمان زي كلمة fox fox شايفين fox fox اوكي يبقى box fox زي ايه زي كلمة sex sex كاي يبقى box fox sex box fox sex ممتازين جدا حبيبي طيب كده انتهينا من حرف ال x وعرفنا اننا بننطقه x طيب نروح ليه الحرف اللي بعده يا طرى الحرف اللي بعده ايه يا حلوين عايزة حد ساطر يقول لي الحرف ده حرف ايه الحرف ده برافو حرف ال y حرف ال y اللي هو الحرف القبل الاخير في الانجلش احنا بنقول x y z او z اوكي يبقى الحرف ده حرف ال y حرف ال y بننطقه ايه بننطقه يا 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 زي ايه زي كلمة يوغرد 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 قلت ي يوغرد اوكي اليوغرد اللي هو الزبادي اوكي بعد كده عندي كلمة اخدناها في transportation او وسائل الموصلات اللي هي ايه اللي هي اليخت او السفينة الكبيرة اليخت او السفينة الكبيرة بنقول عليها يات 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 اوكي يبقى واي يا واي يات اوكي بعد كده عندي كلمة يو 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 اليو يو فيها ايه فيها اتنين واي اوكي فقلت يو يو اوكي يا حلوين يبقى عندي واي يا يوغرد يا يات يا يو يو يبقى يا حلوين ما ننساش حرف الواي بننطقه ي اوكي طيب الحرف الاخير معانا هو اخر حرف في الانجليش الفابت او حروف الانجليش وهو حرف الزد او الزد عادي ممكن نقول زد ممكن نقول زي زي ما احنا عايزين طيب حرف الزد بننطقه ايه بننطقه ز ز ز زي ايه زي كلمة كلنا عارفينها اللي هي ايه اللي هي زيبرا 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 اللي هي الحمار الوحشي الحمار الوحشي اوكي الحمار الوحشي ده بنشوفه فين بنشوفه في حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالانجليش يا حلوين اسمها ايه اسمها كلمة بتبدأ بحرف زي برضو اللي هي زو 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 يبقى عندي زيبرا عندي زو بعد كده عندي كلمة تانية اللي هي كلمة زيبر 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 اللي هي السستة زيبر اللي هي السستة يبقى يا حلوين عندي حرف زي بننطقه ز زي زيبرا زو زيبر زيبرا زو زيبر ولو طبقنا الكلام بتاع what can you see ويدينا أمثلة ممكن أقول what can you see I can see a zebra I can see a zebra يبقى لازم ندمج الدرس الأول باللي اتعلمناه في الدرس الثاني what can you see I can see a zebra what can you see I can see a zebra يبقى يا حلوين اليونت كلها ناخد من الدرس الأول وممكن نطبق في الدرس الثاني ناخد من الدرس الأول وممكن نطبق في الدرس الثالث وهكذا علشان نفهم اليونت كلها على بعضها يا حلوين بعد كده امتهينا دلوقتي من جزء الفونيكس نرجعه بسرعة مع بعض أخدنا آخر ثلاث حروف في الانجلش هو حرف الـ X وقلنا حرف الـ X ننطقو ايه يا حلوين ننطقو X وخدنا box وخدنا ايه وخدنا كمان fox وخدنا sex بعد كده خدنا حرف الـ Y وقلنا حرف الـ Y بننطقو ي وخدنا كلمات زي يو جرت يات يو يو بعد كده خدنا الحرف الأخير في الانجلش وهو حرف Z وقلنا حرف Z بننطقو ز ز زي زيبرا زي زو زي زيبر بعد كده يا حلوين هنروح للدرس الثالث الدرس الثالث هنتكلم فيه عن او وسائل الموصلات اللي اخدناها في الدرس الاول في الدرس الاول اخدنا وسائل الموصلات كتيرة جدا زي ايه مثلا زي الفان اللي هي الشاحنة وزي ترين اللي هو القطر والكار السيارة والموتور بايك الموتسيكل والبايسكل واخدنا تراك واخدنا يات واخدنا حاجات كتيرة جدا امثلة على او وسائل الموصلات اللي احنا بنستخدمها علشان نروح بيها من مكان لمكان يا حلوين طيب النهاردة هناخد how to be safe how to be safe يعني ازاي انت تبقى آمن لو بتعدي الطريق او let's be safe يعني يلا ايه يلا نحافظ على اماننا يعني ايه يلا نحافظ على اماننا يعني لازم نفهم اشارات المرور معناها ايه لما الاشارة تنور احمر معناها ايه ولما الاشارة تنور اخضر معناها ايه يلا نشوف مع بعض لو الاشارة ادتنا الضوء ال red او الاحمر ده معناه stop stop يعني ايه stop يعني اقف مكانك ما تعديش الطريق طيب انا هفضل مستني لحد ما الاشارة لون هيبقى ايه علشان اعدي الطريق لو الاشارة يا حلوين الابت green او اخضر معناها go 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 يعني اذهب يعني ايه اذهب يعني cross the road cross the road عدي الطريق او لما يكون كاتب لي العلامة اللي انتوا شايفينها في المسلس دي دي معناها ايه cross the road cross the road يعني عدي الطريق يبقى عندي stop لما يكون احمر ولما تكون اخضر يعني go او عدي الطريق ولازم يا حلوين نلتزم باشارات المرور اتمنى انكم تكونوا استفدتوا ونتقابل قريب جدا باذن الله في واسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة